موسيقى منشوف امثل في العهد القديم فمثلا في لما بيوصل وضع انه الامر بيكون عصيان لكلمة الله في سفر الخروج الصحاح الاول الكتاب بيتكلم عن قابلتين يعني الداي احنا بالعرب نقول اللي بيخلفه خافتا الله لانه كان في تشديد من تشديد امر من فرعون انه يقتلوا كل ذكر عبراني البكر فكانوا بيخافوا الله رفضوا والرب مكتوب اعطاهم نعمة وفعلا الرب باركهما وانقزهما يعني عندما طالبوا بالاجهاد والقتل رفضوا القابلتين في دانيال اصحاح ثلاثة آية ستعش لطمنطعش في تلت شباب اللي بيسموهم الفتية التلاتة شدرخ ميشخ وعبد نغو يعني كانوا فئتون النار لانه رفضوا السجود لتمثال الذهب اللي صنعوا نبو خد نصر فكل الممالك سجدت معادة العبرانيين الفتية التلاتة وقالوا لا نسجد لهذا التمثال وفعلا حطهم في النار واحنا بنعرف نهاية القصة انه نبو خد نصر حتى الناس اللي رموهم في النار احترقوا وبرسالة الى العبرانيين مكتوب اطفأوا قوة النار ليه لانه رفضوا امر الملك انه يسجدوا لتمثال الذهب فاذا في اي قوانين بتضطرك انك تعبد الهة اخرى بهاي الحق الى ترفض حتى ولو على موت رفضوا السجود للتمثال اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته لكن النهاية الملك رفعهما غير امر الملك في دانيال اصحاح ستة قصة شبيهة دانيال رفض يعني كان في جب الاسود في ايام الملك داريوس ملك مملكة فارس مع انه كان صديق الملك والملك كان يحاول ينجيه لكن بسبب الامر الصارم اللي كتب بسبب حسد الولاء الاخرين رمى دانيال في جب الاسود لكن الرب انقذ دانيال لانه رفض امر الملك انه يسجد للملك وهكذا احبائي احنا كمؤمنين منستخدم القوانين مثل بولوس الرسول يعني قاعد سنتين في سجن كساريا شاف بالنتيجة انه ما فيش يعني في النهاية ما فيش نتيجة لانه بيحمل الجنسية الرومانية رفع دعوة الى قيصر فلازم ندرك احبائي القوانين والحقوق وانت ممكن نتكلم حتى في الاسر حتى في الزواجات اذا الزوج بيطالب امرأته مثلا تتعاطم وخدرات ترفض بهاي الحالة الى حق تتركه اذا الزوج بيطالب زوجته انه لا اذني وروحي اشتغله بهذا الموضوع الى الحق انه تترك وهكذا في امور بتضطرنا اذا عبادة وثنية اذا زنة او عهارة او ضعارة او رفض ليسوع المسيح او الانكار او القتل بذات الاجهاد في الرحم وقتل الرحيم على المؤمن ان يرفض رفضا باتا مهما كلف الامر حتى لو تسجن حتى لو مات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر